اشتركوا فيديو جديد اهلا في انكيز ازايكم وعليقين هل درجاتي لكم فيديو جديد فيديو نهاردة هنلعب ونستكشف لعبة اهاورل والعالم ده في اماكن كثيرة جدا وحلوة بجدنا متحمسة جدا استكشفها معاكم ونهاردة بقى هيكون معانا ريمة فهيلا نبدأ اول مكان تصميم الشخصيات اللي هو موجودة هنا عشان نصمم شخصيه لي وشخصيه للريمة فهضغط دلوقتي وبعدين بقى عشان نصمم شخصيه اوكي في شخصيات كتير هنا ابدأ باول شخصيه دي هعمل شخصيه من الاول ماشي هعمل شخصيه لنفسي اختار بس الحجم الكبير اللي هو ده اي 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 الشكل ده ده مخيف جدا تقريبا ده بتاع النزل مع الهالوين اللي هو التحديس الجديد ده فالمهم اخترت تصريحة شعري كده اه ماشي لا ده بتاع شعر الولاد في شعر تاني البنات اللي هو ده اوكي ممكن اختار الشكل ده حلو برضو فيت فيت بسطريحات شعر كده جدا ف κι اختار اي اي بص في الاخر اخترت الشعر ده ف اوكي ف دلوقتي اغاير لون خلوه باللون البني كده شبه الشعر الشخصيات القديمة اللي كانت محطوطه في صورة القناة المهم اختار الشعر ده تمام اا وده لونه مناسب اختار السيا mill beard لابدى من ينشأ الجذن من البشرين فقد تشختر هذه الحجب وبعد ذلك اختار العين اختر شكل العين طبعا في اشكال كده هنا فاختار الانف وذلك اolerتها لبعدة الشنب خانة للشنب فاشيل الشنب اخترت انف جدا صغير اخترت لها شكل البق اخترت لها شبه لون الشعر اخترت لون الشعر اخترت لبس اخترت لبس جدا يوجد اقصام ثانية اوه عجبني اللبس واتت وهي جدulates لون الشعر هناك اخرج لهم هدوز العمال لذالك رائع شخصيةوران انه شخصيه تبا هو شعر شعر المناخ سننص decided اوه اول ما طلعنا شايفين دخلنا كده في عربية اوه ده احنا ننزمنا عربية يا سلام يلا يا ريمة تعالي اوكي ده الشاكل دي احنا ننزمنا بالعربية كأنه لابسين حلو طبعا ملاي اوكي حلوة العربية دي بجد شكل ما كان حلو قوي ده على فكرة الدور الاول اوه ده شكله كأنه زي ما يكون كده حديث وراء وحلو قوي او شادي زي ما قلتلك في قصة نصيره عندنا الدور الاول والتاني والتالي احنا في الدور الاول اوه ريمة شايفين اللي موجود هنا نقدر نعمل اي دي يعني نقدر نطلع بطاقة شخصية شايفها صرت ودحاجة جدا احا مش يا ريما انه اريد اتصور بس عشان اتطلع على البطاقة الشخصية دي يلا اماخد واحد اثنين تلاتة ايه دي شكل البطاقة الشخصية بتاعتي اذهب بقى الصبر انا كمان ايه دي شكل البطاقة الشخصية بتاعتي حلوين حلوين مش وحشين طيب خلينا بس نشوف اللي موجود تاني حاضر جاي وركيا هو جدا كان شكله حلوه هنا مكان الاستقبال تعالي اخد جوا شوية سلطعلي بس نسخل جوا شوية لقيت مكان حد هو ايه انا بجد جعنى جدا انا احيز اكل انتو قد شوية تبقى جعنى يسارة ايو طبعا حا اسميني كده انا احيز اكل في اكلات حلوة قوية انا اكل بس حاجات بسيطة يعني مش جعنى قوي يعني اكل بس في نودلز يومي وفي تشابس انا شكل اكلت كل حاجة هو ده اللي بتقولي هاكل بس شوية كفاية صار انت اكلت كتر قوي شكل كده تدخني تعالي بس نطلع الدوري التاني اه عنديك حق كفاية كده يلا يلا نطلع بقى الدوري التاني امم اويي وصلنا الدوري التاني اظن الدوري التاني ده هيكون مكان الملابس اعتقد كده ممكن برده سنين كده ما شوف واو ري ما شوفت انا لقيت ايه ايه نقدر نصم الملابس بنفسنا وفي جد حاجة حلو قوي واو شايفة نقدر نختار مثلا نختار فستان او نختار بانطلون بلوزة او ممكن الهودي ده ونختار اشكال كتر ونقدر بقى نلونا بالالوان اللي موجودة هنا وكننا نصمم الملابس بنفسنا واو بجد فكرة حلو قوي ريمة نجات لفكرة هي ايه ايه رأيك نعمل متحدي اوكي انا مستعدة تمام التحدي هيكون اللي انا هصمم ملابس وانت برضه هتصمم ملابس وفي الاخر المتابعين هيختاروا من الاحلاء تمام ماشي تمام اكيد انا اللي هفوز دائما في التحديات هلا لا هم المتوعدن هم اللي هيختاروا تمام مثلا انا هبدا أول ماشي اختار الهودي ده حلو ماشي اختار الهودي ده احنا د俩 هنصمم في نفس الشكل ده اللي هو الهودي تمام انا اخليه باللون البنك اختري اللون البنك ده وولون اختار الخط الكبير بس عشان نخلص كله بسرعة شفت انا بلون دلوقتي الهودي باللون البنك واظن الان يكسب دائما بيكسب فوقيا خلاص اختار اللون الابيض ده عشان اعمل ربطتين اللي موجودين فوق دول خلص أظن كده الشكلية حلو رح بقى أطباعها متحمسة بجد يطلع شكلية عمل إزاي بوه لاينا عملته الطبع ييفين شكله بعمل إزاي بوهو مش مصدقة شكلية حلو قوي خلص هفضل لبسة كده متوقعتش يطلع بالشكل ده أوي وشي كصيرادنا هعمل له شكله أحلى هعمل له على نفس حاجة طبعا بس أنا هضيف بقى عليه حاجة أحلى يعني همثلا نخلي الجزء ده باللون الأصفر عشان ما يكونش كله كده باللون البنكو ما يكونش شكله حلو وخلي كمان الجزء ده والجزء اللي موجود تحت هنا باللون الأصفر هجرب كده اكتب كلمة هاي هشوف إلا هيحصل هاي أصدرني كده خلاص اللي حظ ما كويس هدريتي بقى هطبعها وكي ده شكله واو وكده حلو قوي أنا حاسة بتاعتي أحلة لا بتاعتي في الأخر المتابعين بقى هيكتوب التعليقات من الأحلة بتاعتي ولا بتاعت ريمة دي الأشكال اللي طلعناها وجده حلوة ونقدر نعمل أشكال تانية ممكن نعمل الفستان أو شورت أو التي شورت ده تعال بقى نشوف إلا موجود تاني طيب يلا في قسم كده صغير فيه شوية ملابس كده وإكسسوارات غود ده فيه هنا بروفو نقدر نغير هدومنا وفي مراية كمان وفيه هدوم كتير حلوة نقدر نلبسها كده ونجربها ريمة أنا لقيت مصميمة أزيئة هنا خلات عمل لنا حاجة ماشي يطرر خلات عمل لنا إيه خلات عمل لنا بنطلون أوكي ماشي أهلا أهلا يا حبيبي تفضلوا عملوك إيه عايزين أتنين بنطلون بس بلون الأبيض تمام لنعملوك بنطلون باللون الأبيض أوه ده أول بنطلون يتعمل تفضلي أوه شكله حلو قوي ولاقي على اللبس لن نبسها هعمل بنطلوني الثاني استنوني خلاص جاهز أوه أجربه أوه حلو قوي شكرا العفو ريمة البنطلون طلع حلو بجد فعلا يلا بقى يا ريمة نطلع الدور الثالث يلا وصلنا الدور الثالث أيوة ووه صار شيفين في مكان للإستراحة نقدر نعد هنا ونستريع فعلا يا ريمة بجد شكل مكان حلو قوي ونقدر نستريع حنا ومكان شكله حلو قوي نقدر نستريع حنا وكمن في سناكس بس خلاص بقى كفية يا سرع عشان ما تاكليش خلاص أنا مش هاكل تاني أوه في مجلدات هنا نقدر نقرأها طب تعالى بس نشوف اللي موجود تاني ماشي يلا ريمة نظوني عرفت المكان دا لإيه المكان دا زي ما يكون صلون حلقة أنا عايزة غير ستايل الشعر طبعا ماشي يلا عايزة أشوف ستايل الشعر الجديد اللي انت هتعملين أوكي يلا اتفضروا عايزة بس أغير ستايل الشعر طبعا اتفضروا وقعدوا جهوه واختروا اللي ستايل اللي انتوا عايزينه طبعا شكرا أوه حلو قوي السبغات دي يلا سأل هستنيك واشوف ستايل الشعر اللي انت هتختاريه أوكي اختار اللي ستايل دا اه اللي انت بتعملي دا يا سهره اللي ستايل دا اللي ستايل شكله بيدحك ماشي يريدون انت تتحكي علي خلاص هغيره طيب أما نشوف ستايل تاني الستايلات شكلها مضحكة كده ليه هنا ونشوف الستايل دا تمام حلو دا لا حسن ريمة هتتتحك عليها تاني أما غيره للستايل دا أوه تمام كده شكله أحلى الرأيك يا ريمة أوه لا فعلا أحلى من اللي قبلي شكرا صار فيه هنا مكان عشان تغسل شعرك أوه بس لا مش عايزه أغسل شعري هيسيبه كده حلو عادي خلاص برحتك وووو لا لا مش معقول لا شايفه دا فيه سكين كير هنا لا 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 دا أنا عايزه أعمل سكين كير لازم أقعد هنا بسرعة وأعمل سكين كير لبشرتي واجددها وخليها حلوة وحط مسكات بقو كده ها انت دايما يصار كل شوية مسكات وسكين كير خليكي كده بالسكين كير بتوعيك دول ماشي أنا حر أعمل اللي أنا عايزه وكمان الكورسي دا حلو قوي وهزاز ووووو حلو قوي هحط مسكات حط ما نشوف في الاخر شكلك يطلع ايه انا هحط المسك اللي هو بالخيار ده كده هيتطلع شكل حلو ماشي خليكي بالمسك بتاعك ده ما شوف انا الجهاز ده بتاع ايه اوه شكله غريب كده اوه ده كمان بيتفتح اجرب كده هدخله ولا بلاش لا لا يعني اظن مش هيحصل حاجة فاجرب كده هدخله و هشوف ايلا هيحصل يلا انا مش شايفة نفسي و ايلا حصل مش عارفة اهلا اسأل سارة سارة ايه ده انت ريمة ايوا طبعا ريمة بتتفاجئ ايه يعني في ايه بنت اللي بيدحك بشريتي جوعت لنا يا سيدة وتغيرت خلص انت عملت ايه ايه هو ايه اللي بشريتي تستني كده ما شوف المراية ايه ده بشريتي بيت صوتى كده ليه لا 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 لازم ارجعها لا لا شكرا من جلتش عارفة تستخدم الجهاز ده لازم ارجعها بشريتي زي ما كان رينا نخافي ما ترجعش أما عاطفه الجهاز تاني كده واختري الزرارة التاني ده يلا ما نشوفها هتعمل ايه أما هعض به احط المسك بتاعي تاني يا ربي فشرت كن رجعت تاني و بشريت رجعت الحمدلله و بشريت بيت لونها ابيض عن الاول خلص معطش عايز علاعب الاجهزة تاني يلا يزاره كفية كده سكين كير اللي انت حطا ده أوكي خلاص خلاص و ريما بشريتك بيت لونها ابيض عن الاول و فجد صف كويس يلا بقى يصارك فاي سكين كير حاضر كده خلاص استكشفنا المكان اللي هو ده اللي هو كان فيه 3 طوابع اللي احنا استكشفنا كله دولة بقى نستكشف مكان تاني كده ويطارها نستكشف ايه لان في امكتر كتيرة جدا خلاص انا هاختار المكان ده اللي هو المتجر بتاع الهلوينا عايزة استكشفه واشوف اللي موجود جواه وطبعا ريما لازم تيجو معايا يعني فيلا بقى ندخل مكان ده صار هو انت متكدة لازم ندخل مكان ده انا حاسس ان انه production مخيف والا لنا متخافيش ده مش مخيف اول حاجة يلا بس تعالين ادخله طيب يلا ندخل يلا ايه الكورة المخيفة دي او thanks دي شكلها بيتغير ايه ايه ده شايف انا لقيت النبتة دي ايه ده النبتة بطاعيت جدا ملا شكلها مخيف شكل ما تغير ومخيف جدا وفي مكونات سحرية وحاجات مخيفة جدا ممم معنك هاتفا للنا transaction شاهب الحاجات الاخني كده وره دي اوو لا 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 اه اه ايه ده ده سفيه صعبان وفرق كده ميت لا انا انا بخافة من الحاجات دي اه انا كمان الشكل هنا مرعب قوي انا خايفة جدا ما تخافيش هريم ده مجرد دس مكونات ويعني حاجات وصفات سحرية يعني مش هنستخدمهم يعني ما تخافيش اه ريما شايفة السحرة دي بتحط مكونات وهتطلع مكونات سحرية اه شايفة عدا بتعمل بتحط مكونات كده غريبة حطت فطر استني كده ما تشوفي هتعمل ايه اه شايفة طلعت ايه شايفة طلعت الشكل المخيف ده اللي هو على شكل السعلب ده اول اللي خفاش بس هو لونه احمر اه فعلا شكله مخيف جدا والسحرة دي مخيفة قوي تعالي بس نشوف اللي منجد داني يا صورة انت بتكده ولا خلاص كده كفايا نطلع من المكان ده لا لا تعالي فعلي ما تخافيش هريم ما فيش حاجة تخوف اوكي حاضر صورة انا لقيت المقاشة بتاعت السحرة فعلا اه 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 امتحبسة جدا انا اجربها ويه ده حلو قوي ويه حلو قوي اول مرة اجرب المقاشة بتاعت السحرة دي وكمان بتطير واو حلو قوي اه انا عايز اجرب فعلا اني صار حسن متع كده وقدر اتير واو على فكرة ايه ما فيه دور تاني لسه بجده طب يلا نروح بس هنعدي من المكان المخيف ده اوو تعالي بس هنطلع الدوري التاني بسرعة يلا يلا بس نعدي من المكان ده ومش عارف ده تقريبا المكان اللي بتقعد فيه السحرة وبتعمل شوية تعويزات اه ايه الكرة اللورية دي اه ايه ده فيه اشكل غريبة بتحصل بس مش فاهمة طبعا ايه اللي بيحصل ولا انا برضو فاهمة حاجة السهرة شايف المكونات المخيفة دي اللي موجودة هنا ياريما ما تخافيش احنا مش هنعمل بهم حاجة احملناش دعو بيومن في الحاجات بتاعت السحرة اه احنا بس هنطلع يلا الدوري التاني طيب يلا اه اه شكل المكان المخيف جدا بس حلو في نفس الوقت اه انا خايفة قوي يا سهرة ياريما بقى تقول شوية خايفة من ايه تع لي بس نعد من هنا اوكاي هو الي احصل ده اه اه لا لأ اتخافي بجد لا لا منه وقعنا ده من شوية اه 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 تطلع في وحشه بوجود تحته بيوقعنا اه اه تطلع في وحشه بيستخبه وراه هنا و وقعنا هو لا трميه سرة هنا عايز انه رب بسرعة احضر يعني أنا exchis اتاكد بس هو فعلا في وحش اه هو Laughing ها ها اجرب ارمقية حاجة ترمي يا صرا بس عايز النهر استني بس يا ريمة هجرب برميل بتاع دي فعلا شوتي اللي حصل اخد البتاع اللي انا رميتها و ايه لا خافيش اللي تتنور دي و فوق لا لا انا خايفة جدا طب طب تعلي بس نجوا شوية ممكن نلاقي حاجة نستخبأ او نهربنا من اي حاجة يا صرا خلنا نمشي حاضر هنمشي المكان ده مخيف جدا وفي كأنات غريبة ماشي بس انا عايز اشوف اللي موجود في الورقة دي دي طلعت ورقة سرية وعلى نفس الرسمة الموجودة هنا فهمت بنحط الجمجمة الموف دي هنا و ما تعملش يا صرا حاجة الثاني بس انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل والتاني الجمجمة دي برضو نحطها هنا عشان من نفس الشكل لسه بس في واحدة نقصة يصر هنجيبها منين بانت بشطرت كريمتيها عند الوحش والوحش اخدها او فعلا يس فيها ميكفيجة أ introducesر eas mi cam مكينبخفاي و losses اللي مانتي لا 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 مش معقول ايه لا انا هرب بسرع اريم كاري في مصص الدماء شكلها مخف اوzag ها يلا بسرعة نمشي طيب يلا مش كافة المكينة المخيفة الي موجودة هنا يلا بسرعة وبيتكونização نهاية الفيديو تمنى الفيديو بوكتنا عجبكم واللعبة لكم عجبتكم و بالحقيقة اللعبة عجبتني مع اننا واستكشفناش اماكن كتيرة يعني لسه في اماكن كتير ما استكشفناهاش احنا اعتبر بس استكشفنا مكانين بس انا استمتعت جدا باللعبة واللعبة عجبتني وطبعا نقدر نصمم بيوت ويعني نقدر نحمل ديكورات بيوت يعني هنا مثلا هتلاقوا في بيوت كتير هنا وتقدر طبعا نصمم بيوت عزan pregnancy for a Bulanger هنا وفي اشجار تقدر تحطوها يعني مثلا انا نقدر نحط الزرعة دي اكتب وفي بيوت طبعا تانية نقدر نحطها ونقدر نصمم من جواها طبعا في دكور جوا جوا البيت يعني نقدر نصمم بيوت وكده ولو انتو بقى مثلا صممتوا شخصية او بيت ابقى صوروها مثلا ونزلوها على الانستجرام وحطوا هاشتاج هاورل وانا هبقى ادخل على الهاشتاج ده وهبقى اشوف البيوت اللي انتو صممتوها او الشخصية اللي انتو عملتوها وكده يعني وبس اشوفكم في الفيديو جاي سلام اشتركوا في القناة